بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال والصحة والعافية ومرحبا بكم في قناة مطبخ بشرة أم هداية ترحب جميع الأخوات اللي انضموا القناة والأخوات اللي كانوا معايا منذ بداية القناة غدي نشارك معاكم دوزقاتي بعجينة واحدة وثلاثة ديال نكهات كي يجي هاد دوزقاتي غزال بزاف خفيف وكي يجي مقرمش تنتمنى إلى الإعجاب ليالكم مكونات جد بسيطة وطريقة جد مبساطة وإليكم المقادير وطريقة تحضير بسم الله وعلى بركة الله ندوز المقادير عندي وحد مائتين وخمسين جرام ديال الزبدة مستعمل هاد النوعية تجي رائع فهد وزاتي عندي جوج ديال العلاب ديال الفلان بنقهات الكراميل ولما كانش عندكم هادا ديال ثلاثة دراهم تهوم زيان كأس ونصف ديال السكر كأس ونصف ديال الزيت أربع ملاعق ديال الشاي يكونوا كبارين جوج ديال البيضات وحرارة المطبخ القليل من الملح وتخلي في هادا الوصفة ستمية وخمسين جرام بالضبط ديال الدقيق الفرس النوعية جيدة عندي خمارة ونصف من مجموعه 12 جرام وفاني دب غد ناخد واحد الآن يا لبنات وغد نوضح في هاداك الزبدة الزبدة تكون ضروري تكون بحرارة المطبخان توم الشوك يتكون دايبة باش تحاولني في الخدمة وجيني خدمة ساهلة وغاد نضيف اليها هاداك الكاس ونصف ديال السكر وغاد نخدمهما لبنات مزيان وغاد نضيف داك القبيصة ديال الملح وغاد ندخل داك السكر جيدا في داك الزبدة حتى ترجع بحل شكل بوماد وغاد نضيف كذلك داك الكاس ونصف ديال الزيت وغاد نخدمهم مرة اخرى لانه ضروري هاد المرحلة هادا مهمة باش نسجحنا هاد دوازة سيديانا استمر سيديان Attack وغاد نضيف اليهم كذلك تاك الحياة وغاد نضيف اليهم كذلك نضيف المقادير نضيف المقادير نضيف المقادير 12 غرام خمارة ونصف نضيف المقادير نضيف المقادير نضيف المقادر نضيف لها تقريبا برتقال حكاها ربحة الملاحق كبارين ديال الكوكو وندخلهم جيدا في هذه العجينة الأولى أو الدوازاتي الأول ونضيف لها باقة مرخوفة ونزيد عليها شوية ديال البقيق هذه العجينة البنت مخصش تكون مرخوفة مخصش تكون قاسحة ونضيفها في الدباب هذا الجزء هذا ونضيفه باش نشكله الجزء الثاني وبالنسبة لبنات الدوازاتي أو النكهة الثانية اللي غادي نضيفها العجينة غادي نحتاج قليل من شوكولة فيغميسيل وملعقة كبيرة للقهوة سريعة دوابر وغادي نضخل هما البنات لهذا المقادير أو هذه العجينة هذي غادي نضخلها جيدا وبطبع الحاحتية غادي نضيف لها الدقيق لأنها باقة محتاجة الدقيق قد نضخلها شوية بشوية وبالنسبة للقسم الثالثة البنات غادي نضيف عليه واحد ملعقة كبيرة ديال كاكاو مور لما كانش عندك متوفر كاكاو حلوسة هو تيجي في هزوين واحد من نصف ملعقة ديال ناطا تجي رائع البنات رهات تتوفرها وتتباع موالي الحلويات موالي اللي تبيعوا لوازم الحلويات غادي نضخلها في هذي العجينة البنات وغادي نزيدها كذلك زي الدقيق باقى هذي العجينة باقى نقص النمدقيق وغادي ندخلوا شوية بشوية وغادي نحطها في دبيهم دابة منين نكملوا معا نحطها في دبيهم بثلاثة وندوز ونشكلوا دوزة سيديانة دابة غادي ندوز ونشكلوا دوزة سيديانة غادي نحتاج طبعة الحال غادي ندير وحط بس الاخر فيه السقر حبيبات وغادي نحتاج هذا المراش مهادو غادي نبدأ البنات باول شكل هو اللي غادي ندي استعملت فيه الكوك والقشور ديال البرتوقال غادي نبدأ نشكل كويرة البنات بوزن 26 جرام في الوحدة وغادي نمررهم في السقر حبيبات بهذا الطريقة هذي وغادي نضغط عليهم بهذا المرشم هذا البنات اللي بحل شكل ديال الشهده راه ساهل ما فيه تشيط عقيدات وواضح غادي نفس الطريقة غادي نستمر حسن نكمل داك العجين اللي عندي كع كامل وندوزو الشكل الثاني وغادي نشكل كويرات بوزن 20 جرام وغادي نمررهم جيدا في السقر سقير وغادي نضغط عليهم بهذا المرشم وغادي نزينهم بالواسط بوحد اللوزة غادي نوضعها في بياض البيض وغادي نتبتها في الواسط وغادي ندوزو باش نشكلو الجزء الثالث والقسم الاخير وبالنسبة للشكل الثالثة البنات هو بنفس الطريقة شكلت كويرة بوزن 20 جرام في الوحدة مررهم جيدا في السقر سقير وغادي نضغط عليهم بهذا المرشم هادا اللي بحال شكل ديال شميسة انا هادا بدلت لاخور هادا عجبني احسن جا في المنظر وغادي نضغط عليهم بهذا الطريقة هادي وغادي نحتفظ بيهم دبا بعد ما شكلتهم كاملين البنات رانا ديجا دبا عندي الفررره سخون على درجة على سخون منين تندخلو سننخفض منو درجة الحرارة على 180 غادي نخليهم يطيبو ملتحت النار بطبع الحال تكون ملتحت حتي بداي ويتحمر ويطيبو عد نشعلو اليوم الجيال فوقانيا لا تستغرقوش وقت كبير داخل الفرن وهذا هو تقديم النهائي ديال دوازتي اللي صغبنا مع بعضياتنا تيجي الماداق ديال ورائعي البنات بالنسبة لهديك البنات ديال الشوكولة من بعد ما خرجتها بمجرد انني خرجتها من الفرن وضعت عليها وحد صديفة ديال الشوكولة شوكولة تكون نوعية جيدة يستحسن باش تتبت من فوقها شوفو كي تتجي البنات تيجي ورائعين وحد القرمشة وحد الخفة فيهم زوينة بزافة نتمنى تجربوها وتعجبكم وتجربوها في هذه المناسبة الكريمة اللي جاي ان شاء الله هذا العيد الله يدخلوا عليكم الصحة والعافية وإلى اللقاء في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة